دكتور حسام حسن العربي رئيس قسم القلب في كل الطب بجامعة أسيوت ومدير مستشفى القلب الجامعي بجامعة أسيوت النهاردة هتكلم معكم على أمراض قصور الشريان التاجي في السيدات الحقيقة السيدات فيه اختلاف في موضوع قصور الشريان التاجي بين الرجال وبين السيدات مبدئيا نقدر نقول أنه السيدة فرصتها لحدوث قصور الشريان التاجي أقل من الرجال ده بسبب هرمون الاستروجين اللي ليه تأثير وقائي ضد تصلب الشريان التأثير وقائي ده بيختفي مع وصول السيدات إلى سن الطمس بعدها بيبقى الخطورة في الرجال والسيدات زي بعض في حاجة مهمة لازم بأخدين بنا منها مرض السكر السيدات لما بيجنهم مرض السكر حتى قبل الوصول لسن الطمس بيخلي احتمالية حدوث تصلب الشريان وقصور الشريان التاجي زيهم زي الرجال بالزبط فدي نقطة لازم ناخد بالنا منها طيب ده فيما يخص احتمالية حدوث قصور الشريان التاجي طيب فيما يخص الاعراض والتشخيص في نقطة تانية لازم ناخد بالنا منها اعراض الام الصدر اللي بتشخص على انها قصور الشريان التاجي بتبقى اكتر في السيدات عن الرجال لكن لما بتدور بتلاقي انه جزء كبير منها بيطلع مفيش حاجة في الشريان فالشكوى في السيدات اكتر لكن واقع المرض في السيدات اقل وفي مواقع المرض ده برضو لما تيجي واحدة بتجي لك عندها الام قصور الشريان التاجي بتشك ان عندها الام قصور الشريان التاجي وتعمل رسم قلب ممكن تلاقي فيه تغيير في رسم القلب وخاصة في السيدات في السن الصغير والمتوسط عشرينات تلاتينات ممكن تلاقي تغيير في رسم القلب وده مش قليل لكن تيجي تعمل قصورة صور الشريان تلاقي الشريان سليمة ده كتير بنشوفه في السيدات وده الحقيقة يعني يميز السيدات عن الرجال فبالتالي مش كل واحدة تجي لك ويبقى فيه تغيير في رسم القلب تقول على طول ان فيه ديق في شرعين القلب وفي الحقيقة جزء منه بيبقى ديق بس مش في الشرعين الكبيرة يعني شكاية بتطلع الشرعين سليمة بيبقى ديق في الشعارات الدموية الصغيرة الأخيرة اللي ما بتتشافش بالقسطرة اللي بتبقى جوة عدد التفرعات الأخيرة النوع ده من القصور ما فيش منه خطورة وأحيانا الألام بتاعته علاجها الوحيد هو الأدوية يعني ما فيش خطورة من حدوث الجلطات والحاجات اللي احنا بنخاف منها من وجود ضيق في الشرعين الكبيرة فدي برضو نقطة بنحب نطمم بها السيدات خاصة في السن الصغير اللي ما بقى فيه تغيير في رسم القلب ما حد يقول لهم فيه قصور وفيه تغيير في رسم القلب نيجي بعد كده للعلاج العلاج زي ما قلنا العلاج الدوائي بنحتاجه أكتر في السيدات خاصة في السن الصغير لما ما فيش حاجة في الشرعين الكبيرة لكن لو فيه ضيق في الشرعين الكبيرة العلاج في الرجالة والستات بيبقى زي بعض والتعامل على نفس المنوال التعامل مع عوامل الخطورة في الرجال والسيدات زي بعض مهم قوي لو فيه ضغط ناخد علاج للضغط لو فيه دهون في الدم عالية ناخد علاج للدهون لو فيه سكر مهم جدا أن نحن نضبط السكر زي ما قلنا السكر بيخلي الخطورة في السيدات زيهم زي الرجال فبالتالي التعامل هنا ما بيقاش في فرق وشكرا لحضرتكم